اطمأن شريف إسماعيل رئيس الوزراء على التيسيرات المقدمة للحجاج المصريين وذلك من خلال تواصله مع مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس بعثة الحج الرسمية وخلال وجوده بالسعودية لأداء فريضة الحج وجه إسماعيل بالمتابعة مع الحجاج لحظة بلحظة من خلال رؤساء البعثات المختلفة وتأكد من توفير كافة الخدمات لهم وكان رئيس الوزراء قد توجه أمس ثلاثاء للسعودية لأداء فريضة الحج وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين مباشرة